موسيقى 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 بنحمد الرميثي على المركز الخامس هذه هي النتائج للمراقز الخمسة الأولى وما خلف المراقز الأولى هناك أيضا شعارات هناك أسامي تتواجد بهذا الانطلاق هو التحدي الجميل هنا عزم عزم على صدارة عزم على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور تبغي تيوتا نزر البيك أب المقدمة للفائز بالمركز الأول محمس من سعيد بن علي الشهبة من تاتينا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط المسيطرة بهذا الانطلاق الجميل النصيبة في المركز الثاني لمحمد بن بوفر بن محمد بن حموج العامري من تتواجد على المركز هنا أيضا الثالي وفي المركز الثالث وصلت العنود تالم بن جابر بن محسن الجربوع لمري من تاتينا على المركز الثالث وصل المركز الرابع الشاينية سعيد بن جعفر بن السهيل بن مرخان لاقتبه من تنطلق على المركز هنا الرابع وصل المركز الخامس بداية لمحمد بن سطان بن مطر بن مرخان من تأتينا على المركز الخامس هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى وبدأت الشعارات تزحف إلى المراكز الأولى بدأت الشعارات تنطلق وتتحدى في هذا الأداء الجميل ولكن عزم هنا معزمة على صدارة معزمة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشعور محمس بن سعيد بن علي الشاب هنا المنطلقة على صدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشعور النصيبة ونصيبة نفسها في صلب المنافسة هنا لسيد محمد بن مرفر بن محمد العامري المنطلقة على المركز الثوري وفي المركز الثالث المركز الثالث هنا تأتينا العنود العنود المنطلقة العنود المتحدية سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري من تأتينا على المركز الثالث ورابع المراكز اسمه الجديد يتدخل هنا الطيرة الطيرة حمود بن غانم بن علي بن حمود من تأتينا على المركز الرابع في هذا الانطلاق والتحدي والإثار المركز الخامس تأتي بداية بداية هنا وبدايتها جميلة لمحمد بن سطان بن مطر بن مرحان الكتبير من تأتي على المركز الخامس في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثار يسلام وما خلف الخمسة مصر بأن أسامي تتواجد هل في المراكز الخمسة الأولى ترقبوها خلال هذه المسيرة خلال هذا الأداء خلال التحديات للمراكز الأولى هنا على أرضية هذا الميدان في هذا المهرجان مهرجان المؤسس طيب الله سراء نعود إلى عزم على الصدارة عزم على المقادمة على المركز الأول تسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة عزم هنا المنطنقة محماس بن سعيد بن عني الشيبة من تأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشهوط النصيبة على المركز الثاني محمد بن مصفر بن محمد العامري تأتينا على المركز الثاني في انطلاق هنا لبحث عن فوز وعن ناموس المركز الثالث تتواجد العنود سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري على المركز الثالث المركز الرابع اسم جديد يتدخل هنا جود تأتينا سليمان بن تراحيم بن سليمان الدعجاني من تنطلق على المركز الرابع وخامس المراقز تتواجد الطيرة حمود بن غانم بن علي بن حمود من تأتينا على المركز هذه اللحظات الخامس هذه الخماسية الماسية المتواجدة على أرضية هذا الميداني في هذا الانطلاق اللي صارت هنا في هذا المهرجان الجميل والتحدي هناك الصدارة لا زالت عزم على الصدارة عزم على المقادمة عزم على المركز الأول وصدارة هذا الشوت عزم المعزمة لمحماس بن سعيد بن علي الشيبة من تتواجد هنا على الصدارة على المقادمة وهالي أم صلال يطالبون بالسلام هنا يابو سعيد ركز 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 مع عزم ثلاثة كيلو مترات ما تبقى على هذا الأداء الجميل هنا المركز الثاني المركز الثاني وبدأت تتسلل النصيبة بدأت تتسلل إلى صدارة إلى المقادمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوت إلى المقادمة وإلى المركز الأول ولكن الله القدوم 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 مزون 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 من تاتي هنا على المقادمة وعلى الصدارة تنتزع المركز الأول لا هو من طالب بن محمد بن علم بن شفيع على صدارة على المقادمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوت هنا شعار بن شريف يتواجد بهذا الانطلاق النصيبة على المركز الثاني هنا المحمد بن بفر بن محمد العامري وفي المركز الثالث الطيرة في المركز الثالث حمودة بن غانب بن حمودة الظاهري من طلب هنا على المركز الثالث وفي المركز الرابع المركز الرابع بهذا الانطلاق الجميلة وصلت هنا وصلت أيضا الناوية نوات الناوية هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة الناوية حمد بن فعيب بن حمد بن حبيل تتسلل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات العنود على المركز الثالث سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري وفي المركز الرابع الضيرة سيد حمودة بن غانم بن علي بن حمودة وفي المركز الخامس المركز الخامس تأتي هنا بداية لمحمد بن سطاب مطرب مرحان لا اكتب مع بداية بهذا الانطلاق الجميل ولكن هنا الصدارة هنا الصدارة هنا المقدمة هنا المركز الأول وصدارة هذا الشوط مزون على الصدارة مزون على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور مع لا هون بن طالب بن محمد بن علي بن شفي على الصدارة على المقادمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشور في هذا الانطلاق الجميل المركز الثاني هنا هنا الناوية الناوية حمد بضعيه بن حمد بن اغدير الاكتبي مع الناوية على المركز الثاني وصل مركز الثالث القدوم من شواهين شواهين حمد بن هيان بن سالم العامري مع شواهين بهذا الانطلاق الوصول من شقرة 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 قادمة فهد بن حسين النعيمي مع شقرة لهذا الانطلاق الجميلة والتحدي السلوم تحديات تحديات جميلة تحديات وإفارة هنا الوصول كذلك من بداية لمحمد نسلطان ليه هنا أيضا بداية بداية لمحمد نسلطان ومطلب مرحان لاجتبه ولكن الصدارة 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 تقروجر بيك أم مقدما للشائز بالمركز الأول وهنا الكيل الأخير افتتحنا أبواب هنا مع مزون على الصدارة مزون على المقدمة مزون على المركز الأول هنا أيضا والعيون تراقب مزون على صدارة هذا الشهر بهذا الانطلاق الجميل نهوب بن طالب بالشفية على صدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشهور يا سلام المركز الثاني شواهين شواهين هنا المطلقة حمد بن هيان بن سالم العامري راعي يمشى مع شواهين شواهين تتسلل في هذه الأحضار هنا الوصول كذلك الوصول من جمايل زايد بن مسؤول بن غانم السيف الخيارين من تنطلق على المركز الثاني المركز الثالث أول ندار صاحبة المركز الثالث هنا قضية لسعيد بن راشد بن سالم السليد هنا من تأتينا بهذا الانطلاق والتحدي يا سلام هنا شواهين وجمال شواهين وجمال هنا بهذا التحدي والإثارة لمن الفوت لمن النموذ شواهين وجمال جمال وشواهين التحدي والإثارة والقدوم من قضية قضية قادمة أيضاً بكل قوة يا سلام لمن الفوت لمن النموذ التحدي التحدي ولكن شواهيد شواهيد هي الأقرب للفوز الأقرب للناموس شواهيد شواهيد هنا سلام للهير سلام على هذا الأداء الجميل تهانينا والناموس الحمد بن هيام بن سالم العامري المركز الثاني هنا وصلت جمالة لزايد بن مصور بن غانم السيف الخيارين المركز الثالث قضية سعيد بن راشد بن سالم سنيد المري وفي المركز الرابع وصلت هناك أيضا في هذه اللحظات هنا وصلت الرخامية سالم بن راشد حمد بن غدير الاكتبي وفي المركز الخامس الواصل هناك الناوية حمد بن الضعي بن حمد بن غدير الاكتبي من وصلت بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدين ومتابعين الكرام بهذا الأداء الجميل والتحدي نعود مع ملقص هذا الشوت واستطاعت شواهيد أن تعلن الفوز والناموس سلام يراعي يمشى سلام على هذا الأداء الجميل لشواهيد حمد بن هيام بن سالم العامل قاطع المسافة في 12 دقيقة 45 ثانية 29 جزء 29 جزء من الثانية تهانين والناموس جمال من أدت على المركز الثاني زايد بن مسور بن غانم أرسيف الخيارين قاطع المسافة في 13 دقيقة 45 ثانية 80 جزء من الثانية تهانين والناموس على هذا الأداء الجميل أيضا لجمال بينما المركز الثالث كان من نصيب قضية سعيد بن راشد بن سانم سنيد المري قاطع المسافة في 13 دقيقة 46 ثانية 4 من الأجزاء من الثانية تهانين والناموس على هذا الأداء الجميل وانطراقة أقرأ في صباح هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء مستمعين اشتركوا في القناة